سلام سلام حبيبتي كاراكم دائرين ان شاء الله يا ربي اتكونوا غاية وانسوا ما تشوفو في هذا الفيديو مرحبا بكم الزينات في قناة ام او يدي الهرانية ما تبخلوش علينا باشتراك في القناة بتفعيل الجرس وجامل هذا الفيديو بشدي حقه في المشاهدة وصفة اليوم حاببتي راه بزاف بزاف مطلوبة ورحي تنضانس اللي هي عندها اسمين مقادرها جدا بسيطة كما تشوفو عندي ثلاث كيلات انتع فارينا وعندي كيلة نقصة 2 نصبع انتع زبدة اهنا يدوبتها انا استخدمت زبدة ممكن نديرو سمن عندي مغرف كبيرة تاع السوك خيلا السكر ناعم ممكن ديرو سكر عادي عندي حبا بيض عندي نص ملعقة صغيرة تعملح وعندي ملعقة مع مرام مليح صغيرة انتع لفاني والماء والمازهرة باش نلمو العجينة روحوا مباشرة للطريقة اول حاجة اه في بيعاء نحطو هذيك الفارينا انا كي يلتب هذي الكاس وما ممكن نضافو المغادير اللي بغيتو كمية اكبر اهنا يا فارينا يا مغرب لا زيت الملح وزيت السكر وزيت ايضا كما راكم تشوفو من الاحسن ديرو لفاني غبرة اهنا يا غادي نزيد قلت لكم كيلة ناقص اثنين نصبع انتع زبدة وزيت هذيك تنين نصبع كملتهم الزيت معناها مخلطة الزيت وزبدة اهنا اهم حاجة اهم مرحلة في هاد القطو انكم تدخلوا مليح 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 هذيك الزبدة امع الفارينا يندمجوا مليح 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 بسوهم غاية بعد ما تبسوهم راح نجيب البيض هنا البيض ما نضيفوش مباشرة غادي نحلها بشوية مع مظهر كما راكم نشوفو وغادي نضيفه هنا ونبدأ نجمع احنا كي تبدو تجمعوا في العجينات تحكم في المكونات تحكم ما تضيفوش هادا كل المزهر دفعة واحدة قعدوا تضيفو بالتدريج ونمو العجينات تحكم حتى انتحصلوا على العجينات تكون طريا وفي نفس الوقت ما تلتقش في اليد وما تكونش طريا بزاف كما راكم تشوفو هذا هو القوام اللي راني نحوز عليه غادي نغطي هادروا ونخليها ترتاح تقريبا نصف ساعة هنا بعد ما ارتحت لي نصف ساعة اه قسمتها الى كوريات كما راكم تشوفو هنا در تمانية كوريات متوسط ونخليها ترتاح الساعة هكا بش تساعدنا بعد اكينا في التوريق احنا يا درت كيلة انتع كوكا ومحمص ومرحي زيت له كمية تاع سكر ومغرف صغيرة تاع مارغارين ولميت بالمازهر حشواء انتع البقلة والعادية هنا نحتاجوا الى النشا اللي غادي نورقو به هادو كل الكوريات توعي كما تشوفو درس اربعة مع اربعة ممكن نديرو خمسة خمسة تبقى حسب الرغبة تعكل واحدة فيكم هنا بالاستعانة بالنشا اللي هي لا ما يزينا نبقو نحلو في العجينات تعنا على شكل مستطيل كما راكم تشوفو بهذا الشكل ودايما استعانوا استعانوا بالنشا هكا تعاونكم احسن اهم مرحلة لبنات كما راكم تشوفو لازم تخذوا هذا الملحظة تبعا اعتبار هكا بيش تنجح لكم من اول تجربة هنا يراني طويت هالثنين هادي عمليات التوريق هنا التوريق هدي نخدمه انا غيب يدي وبالحلال ثم الى كانت عندكم المشينا خدموا بالألاء منتع التوريق هنا بعد ما زينا طويناه المرة الاولى رايح هنجو هني المرة الثانية كما راكم تشوفو نطوهو على ثنين ونعاودو نحلو مليح كما راكم بهذا الطريقة استعانات دايما بنشا اللي بنات اهم حاجة انكم تتبعوا الفيديو للاخير مع تسمعوا مليح حدو الملاحظات اللي بنات راهم يفيدوكم هكا بش ينجح لكم الاول تجربة وبعدها ما تقولوش ما نجح الناس صراحة ينجح ويجي روعة بهذا الطريقة هنيا كما كم تشوفو راني نورق فيه للمرة الثالتة غادي نكمل هادوك ربع كوريات بنفس هادا الطريقة لازم كاما نحلوهم ثلاث مرات نديروهم التوريق ثلاث مرات بنفس هادا الطريقة معناها نديرو ربع في ربع كما راكم تشوفو لازم نبقوا محافظين على هاداك المستطيل بايش بعدك نحلو ما يغبناش كين ندمجوهم مع بعض بهذا الطريقة هنيا يصير ان يكمل ده كيم مرات نشوفو نحطه ونحل باقي هادوك ثلاث كوريات بنفس هادا الطريقة هنيا يحبو باتي كما كم تشوفو ها هو بعد مراني حليت سربعة بهذا الطريقة وبين كل مستطيل مستطيل ديرو النشا الميزينة هادي هي العجنة الاولى اللي غادين والطبقة الاولى اللي غادين خدموا بيها كما كم تشوفو حلوها مليح مليح تولينا مستطيل واحد معناها دينا هادوك ربع كامل مع بعض اهنيا بعد ما حليناها لازم تكون رقيقة احتى البلوندت خضايي والليبان غادي نتطبعو هنا تطبعو بوشو ونتطبعي باي حاجة تكون ضائرية المهم تطبعوهم لازم احدا بعض باش من بعدها ما تبقى لكمش عجينة بزاف وتخسرو هذيك العجينة بعدها ما تعجنوهاش فقط جمعوها دروها في ساشي وعاودوا حلوها وخدموا بيها عادي جدا كما كنت تشوفو هنا في الصورة ها هو التوريق راه جد راه باين اهنيا ها ها هما الدوائر بها دينا اه عندي هنا يا باياد البيض اللي غادي عاوننا بزاف انا عندي هاد ليمون غادي نخدم بيهم متو ما خدموا باي حاجة تكون عندكم او الحاجة نديرو هاد القرص ولا هاد الدائرة كقاعدة ومبعدتنا شوفو الطريقة اه نبستو ها هكا غير بصبعنا ونديرو ونغطوه في البيض البيض ومبعده نحطوه بهذا الطريقة وهنا يا بين البيت الليبنات ما تخلوش ارباس لازم اجي واحدة على واحدة واحدة في منتصف الثانية بهذا الطريقة انا هنا غادي ندير ستة ممكن نديرو خمسة ممكن نديرو سبعة كل واحدة وكيفاش تبغي انا ستاجوني هاد كوما بنفس هادي الطريقة وهذا كل العقدة تعكم تكونوا وجدتوها مقبل ودرتوها كوريات صغيرة كما كنت شوفو دايما نسعنوا بايض البيض وحتى العقدة نديروهم دوائر نغطوهم في بايض البيض تعنا وبعده نحطوهم في المنتصف انتحد الوردات التواعنا بهذا الطريقة سنزيد الآن نخدم معاكم واحدة نقربلكم هكا باش تفهموني هنا البنات عندهم هاد المعسلات هادو عندهم اه اه تنين بتسميات اي لا قليتوهم في الزيت صراحة انا هنا قليت في الزيت ودرت في الفوق في نفس العجينة يجوا ويجوا تاني اروعة ممقليين الى درتوهم مقلي يتمسمى تقريوش القرنونة القرنون وطيبته في الكوشات اسمها بقلاوة الوردة نكملوه لقليته في الزيت لبنات نحمو الزيت مليح مليح نقصوه نار متوسطى وحطوه الحبة تساوحكم بهم بليمول بعد وحدهم يتقلوه يديمولوه من الملتاح مقلعوه وقلبوه خلوه يدي اللون الذهبي هنا بعد ما رانيكملتهم رايح نمسحهم بهد المارغارين بعد ما راني دوبتها ممكن نديروا سمن نمسحهم كامل ونديروهم يطيبوا في نصف الطيابة تاعهم عاودوا جدهم وعاودوا مسحهم بالمارغارين المرة الثانية وخلوهم يطيبوا على نار متوسطى وغد نكمل نطيبهم هنا حبوباتي كما نشوفوا بعد ما راهم نطابوا معايا هنا بعد ما طابوا مباشرة عسلتهم عسلوا الكمية فقط اللي غادي تحتاجوا تستهلكوها كما تعرفوا هاد المعسلات هادو راميجو هشاش بزاف بزاف فراجيل اللغمات عسلوهم مش كامل وديروهم في بوض خلوهم هاكا ناشفين ووقت اللي تحتاجوا باش تستهلكوهم عسلوهم والعسيلة ما تكون زدتولها حتى اضافات تكون عسيلة عادية هنا بالنسبة للتزين يبقى حسب الرغبة تاع كل واحدة فيكم هنا زينتهب هاد الفول الفول عفوا السوداني بذوق الف الزقراني خدمته ركاين في القناة حبوبايسي سوف تجدوني في الفيديو هادا كما تشوفوا بشوية عقرقع وزيت له شوية عقرقع ويزين بش موجود عندها ستقوني جي روعة لابنات هاد هذا اقريوش القرنون ولا بقلاوس الوردة كل واحد كيفش يسميه يجي روعة صراحة الذوق ما نحكي لكمش هو صراحة يشت شوية في اليد لازم تكون عندكم الصبر باش تديروه ويقطع كمية صدقوني لابس بها كان هذا هو الفيديو تع نهار اليوم ان شاء الله يكونوا عجبكم ما زبخلوش علينا بجام اشترك في القناة بارتاجوا الفيديو مع احبابكم هكا باشتعم الفائدة على جمعهم بقالي غير استودعوكم الله نقلكم الى فيديو اخر سلام اشترك في القناة